بيبدأ الفيلم في الكلاسيكو بين برشلونا وريال مدريد وساعاتها برشلونا بيكون كسبان ريال مدريد 3-0 وده بقيادة السحر نولدينيو أحسن لعب في العالم وقتها وبعد فترة بيكون مدرب ريال مدريد قعد في مكتبه وبيتفرج على لعب صاعد في النادي نيو كاسل الإنجليزي اسمه سانتياجو مونيز وبيكون منباهر جدا بمهاراته في قرد القدم المهم في الوقت ده بيرجع سانتياجو للبيت وبتتكلم معها حبيب تروز بخصوص معاد فرحهم فبيروحوا يقعدوا في مطعم عشان يتفقوا على المعاد وهناك بييجي جلين مدير أعمال سانتياجو وبيتكلم معها على انفراد وبيعرفوا ان ريال مدريد عاوزين يتعاقدوا معاه ويضموا للفريق فبيفرح سانتياجو جدا لانه كان نفسه يلعب في ريال مدريد وبيسافل يابان مع جلين عشان يقابل بيريز رئيس النادي ويبدأ يتفق معاه المهم في طريقهم بيقولوا جلين ان ريال مدريد كسبان دوري أبطال أوروبا 9 مرات قبل كده وانهم طبعا أحسن فريق في العالم كله لانه بيلعب فيه أبطال العالم زي بيكهام ورنالدو الظاهرة وزين الدين زيدان وكمان صاحبه هارس اللي كان بيلعب معاه في النادي نيو كاسل المهم بعدها بيروح سانتياجو يقابل بيريز رئيس ريال مدريد وبيتفق معاه انه ما يمضى عقد انضمامه لريال مدريد بكرة وده لان بكرة اخر يوم في سوق الانتقالات وطبعا لما مضاش بكرة مش هيعرف ينضم للفريق غير بعد فترة طويلة فبيروح سانتياجو يقعد في البرم عجلين عشان يقعد يفكر في الموضوع والساعتها بيجي صاحبه هارس وبيتكلم معاه وبيقوله انه اي لعيب في العالم بيحلم يلعب في ريال مدريد ودي فرصة كبيرة ليه فبيقوله سانتياجو انه متردد جدا لان حياته كلها في انجلترا وكمان خطيب طروز ممكن ترفض تعيش في اسبانيا ده غير ان خايف كمان يقعد على دكة البودلاء في ريال مدريد لان الفريق فيه لعيبة كتيرة احسن منه بمراحل فبيجي مدرب ريال مدريد وبينصحه مايرفضش العرض دوت واني يحاول يقنع حبيبته انها هتعيش معاه في اسبانيا فبيبدأ سانتياجو مونيز يقتنع بكلامه وبيكرر يمضي عقدة مع ريال مدريد لمدة سنتين وبعدها بيروح يتصل على روز عشان يعرفها لكنها بتكون مشغولة في المستشفى لانها بتشتغل ممرضة وما بيرجع لانجلترا بيكون كل جماهير نيو كاسل مستنيينه في المطار وبيتحيلوا عليا عشان ما يمشيش من الفريق لانه احسن لعب في النادي وساعتها بتكون روز في المستشفى وبتعرف من الاخبار انه تنقل لريال مدريد وبتتدايق جدا عشان مقلهاش فبيروح لها المستشفى وبيشرح لها انه اتصل بيها اكتر من مرة لكنها ما ردتش عليه وبيبدأ يترجاها انها تيجي معاها لأسبانيا لان ريال مدريد فرصة الوحيدة للنجومية عشان يكون افضل لعب في العالم لكنها بترفض وبتقول انا بحب انجلترا وانها مش هتقدر تسيب شغلها ودراستها وتعيش معاها في أسبانيا لكنها بتقوله انها هتضحب كل ده لانها بتحبه وهتسافر معاها أسبانيا بشرط انها ترجع انجلترا في الاجازات ولازم يرجع معاها فبيوافق سانتياجو وبيسافر ريال مدريد وهناك بيتعمل له مؤتمر صحفي وبيتكلم فيه عن مدى حبه لريال مدريد وساعتها بيكون فيه واحدة أسبانية اسمها روزا بتشتغل في بار وبتتفرج عليه من التلفزيون وبتكون مصدومة جدا وبيبان كده انها تعرفه المهم تاني يوم بيبدأ دور أبطال أوروبا وبيكون فيه معطش مهم بالريال مدريد ونادي أولمبياكوس اليوناني وبيكون سانتياجو قعد على دكة البودلاء وبيتمنى ان الفريق بتاعه يفوز في المباراة وده لان ريال مدريد بقاله أكتر من أربع سنين مش بيكسب دور أبطال أوروبا ولازم السنة دي يكسبوا البطولة وقتها بيكون صاحبه هارس هو مهاجم الفريق وبيضيع أجوان كتير قوي فبيتدايق منه الجمهور وبيفضلوا يشتموه وده لان بقاله 14 ماتش ما جابش فيهم جون واحد فبيكرر المدرب وقتها يطلعه وبيدخل سانتياجو مونيز وساعتها بيتحمل سانتياجو جدا لدرجة انه بيجيبهم في آخر دقيقة في الماتش وبيفوز ريال مدريب بسببه وقتها بيكون فيه ناس بيتفرجوا على الماتش في البار وفرحانين جدا فبتشوف روزا ابنها انريكي وعمال يسرق المحافظ من الناس وهم مشغولين في الماتش فبتروح تتكلم معه بتقوله ان اللي بيعمله ده غلط وطالما ما بيحب الكرة يبقى لازم يعافر عشان حلمه لحد بقى ما يبقى لعيب كبير زي سانتياجو مونيز وبتبدأ تعرفه سر خطير جدا وبتقوله انها ام سانتياجو لكنه ما يعرفش انها عايشة لان والد سانتياجو كان قايله انها ماتت لما كان والد صغير فبيتصدم انريكي وما بيكونش مسدى ان سانتياجو مونيزي باخوه وبعد فترة بيلعب سانتياجو مطشرة كتير مع الريال وبيجيب جوان خرافية وبيبدأ يتشهر وجمهور الريال بيحبه لحد ما في يوم بيشتري بيت كبير في اسبانيا وبياخد خطيب طروز عشان يورهولها وبعدها بيروح يمضل الاطفال اللي بيحبوه وبيكون اخو انريكي واحد منهم وبيحاول ينادي على سانتياجو عشان يعرفه ان اخوه ولكن سانتياجو ما بيكونش شايفه نهاي وما بيجي معادة الماتش الثالث لريال مادريد في دور الابطال بيقدر بيكع موقتها يجيب الجول الاول بس للأسف الفريق المنافس بيجيب فيهم جون التعادل وكالعادة بيضيع هارس جوان كتير قوي وبيكون الجمهور متضايقين منه وبيطلبه من مدرب وقتها ينزل سانتياجو مكانه وبالفعل بيخرج المدرب هارس وبينزل سانتياجو مكانه وبيقدر وقتها يجيب هدف الفوز لريال مادريد وما بيدخل اللعيبة لغرفة الملابس بيقعد هارس لوحده ومتضايق بسبب ادائه السيئ فبييجي سانتياجو يتكلم معاه وبيحاول يوسيه وساعتها بيجي مدرب وبيحدد هارس ان لو في المستوى سيئ بالطريقة ديت هيقعده على دكة البودالاء فبيتكلم معاه سانتياجو على انفراد وبيطلب منه يخليه لعب اساسي وده لانه زيء من الاعداء وده لانه زيء من الاعداء على دكة البودالاء ولكن المدرب بيرفض وبيقوله انه هيخليه لعب اساسي لما يحس انه جاهز بدنية ولازم جسمه يستحمل انه يلعب 90 دقيقة كاملين المهم في يوم بيتصل سانتياجو على خطيب تروز وده عشان يطمن عليها لانها سفت انجلترا فبيتقوله انه عمها توفى ومضطرة تقعد شوية في انجلترا لحد ما حالتها النفسية تتحسن فبيتضايق سانتياجو جدا وبيقرر يروح التدريب المهم في طريقه بيوقف اخوه انريكي وبيوريه له صورة والدته وبيقوله انه يبقى اخوه ولكن سانتياجو بيتجهل كلامه وبيكون مش مسدهه وقبل ما يمشي بيرميله انريكي صورة والدته في العربية وبعد فترة بيرجع البيت وبيلاقي ان روز مستنياه وجيت عشان تتطمن عليه وبيقولها انه عمره ما شاف والدته وما يعرفش شكلها لحد دلوقتي عامل ازاي وبيعرفها ان بعت الصورة دي لجدته وده عشان تعرفه اذا كانت دي والدته فعلا ولا لا فبتتصل بيجدته وبتقوله ان دي تبقى والدتك فعلا وانها سابت والده بعد مخلفته وهربت على اسبانيا ومرضتش تعرفه على الحقيقة ديت عشان ما يدورش عليها لانها ما تستحقش تكون ام فبيتضايق سانتياجو وبيكون عاوز يواجه والدته بالموضوع وده عشان يعرف منها هي ليه تخلت عنه وتاني يوم بيكون عنده ماتش مهم جدا ضد فريق فالانسيا والاول مرة هيلعب اساسي في الفريق ولكن بيكون سانتياجو مش مركز بسبب موضوع والدته وبيفضل يضيع فجوان وكمان بيكعب الواحد من فريق فالانسيا وبياخد طرد فبيخرج من ملعب وبيكون متعصب جدا وساعتها الماتش بيتصعب على ريال مدريد لانهم بيلعبوا نقصين واحد بس الحصن حظهم بيجيب هاريس جون وبيكسبوا الماتش بصعوبة المهم في تاني يوم بيصحى سانتياجو وبيتفاجئ انه تأخر على الطيارة لانه مفروض يسافر النرويج مع فريق ريال مدريد وده لانه عندهم ماتش مهم جدا في دورة ابطال اوروبا وساعتها بيتعصب عن رزخة طيبته عشان ما صحتهوش وبيروح يركب طيارة بسرعة وبيلحق الماتش متأخر ولكن المدرب بيعاقبه وبيخليه يعد على دكة البودلاء ومايلعبش اساسي المهم بعد ما ماتش بيخلص بيجي جلين مدير اعماله عشان يتكلم مع سانتياجو وبيعرف انه مدرب فرض عليه غرامة قيمتها 200 الف دولار بسبب انه جيل ماتش متأخر فبيبدأ سانتياجو يتعصب عليه لانه طول الوقت قاعد في انجلترا وما بيكونش قاعد معاه في اسبانيا عشان يدير له اعماله فبيتدايق جلين جدا من كلامه وبيسيبه وبيمشي وما بيرجع سانتياجو للبيت بيلاقي ان خطيبته روز سايباله رسالة وبتقوله فيها انها رجعت انجلترا وبتطلب منه يجي لها في الكريسماس عشان يحتفلوا هم الاتنين سوا وساعتها بيلاقي ان صاحبه هارس جاي يبات معاه وبيروح هم الاتنين يلعبوا كرة في الجراش وفجأة ساعتها بيقع سانتياجو وريكله بتتكسر وما بيروح للنادي بيقرر مدرب يعقبه على استهتاره وبيمنع وقتها ان يسافر انجلترا في الكريسماس فبيتصل سانتياجو على روز عشان يحكي لها كل اللي حصل لكنها بتتدايق منه وبتفتكر انه بيجذب عليها عشان ما يسافرش الانجلترا المهم في يوم بيخرج بالعربية وبيشوف اخوه انريكي فبيركبه معاه عشان يوصله البيت ويشوف والدته ولكن انريكي بيسرع شنطته وبيطلع يجري واول ما بيرجع البيت بيفضل يفتش في الشنطة فبتقي والدته بتزعقله وبتاخد منه الشنطة وبتقوله يبعد عن سانتياجو ما يتعلقش بيه لانه مستحيل يعترف النخوه وساعتها بينهار انريكي من العياد وبيفضل يقطع في الصور سانتياجو اللي معلقها على الحيطة وبعد فترة بيخفي سانتياجو وبيروح بار عشان يستمتع بوقته مع صحابه بس هناك بيعرف من الامن ان اخو انريكي سرق عربيته فبيخرج عشان يمنعه ولكن انريكي بيتجهله وبيمشي بالعربية فبيركب سانتياجو تكسي بسرعة وبيخلي السواء يمشي وراه لحد ما بيلاقي عمل حدثة بالعربية وبيروح ينقله للمستشفى وهناك بتحقق مع الشرطة عشان يعرفوا اللي حصل بس بيرفض سانتياجو يعرفهم ان انريكي سرق عربيته عشان ما يحبسهوش وفجأة بيلاقي صحف بيصوره عشان يفضحه في الجرايط فبيتحص بسانتياجو وبيروح يضربه وبيكسر له الكاميرا بتاعته فبيمسكه الزباط وبيحبسوه وساعتها بيتصل على جليم مدير اعماله وبيطلب منه يخرجه من السجن بس جليم بيرفض وبيعرفه انه مش هشتغل معاه تاني والسبب في كده ان سانتياجو تعصب عليه وزعق له المهم في تاني يوم بيجي مسؤولين من نادريال مدريد وبيخرجه من السجن وبيعرف ان الصحف اللي ضربه انتخم منه ونزله صورة ليه في الجرايد مع بنت فبتشوف خطيب تروز السورة وبتتصل بيه ويا منهارة وبتكرر ساعتها انها هتنفصل عنه فبيتداق سانتياجو وبتطر يرجع التدريبات مرة تانية وده لان عنده ماتش مهم جدا في نص نهائي الدورة ابطال اوروبا والماتش دوت ضد ليون الفرنسي وما بيبقى ماتش بيقدر هاري سييب جون وبيكون اداءه تحسن بس المدارب بيحس انه تعب فبينزل سانتياجو مكانه وفي اخر دقيقة من ماتش بيقدر سانتياجو يجيب جون الاخير فبيتقاح الريال مدريد للنهاي المهم تاني يوم ما بيصحى بيلاي الصحفيين واقفين قدام بيته عشان عاوزين يعملوا مع القاب فبيشوف عربية النظافة وبيتنكر في زي عامل وبيركم مع العمال وبيخرج من غير ما الصحفيين يشوفوه وبعدها بيروح للمنطقة اللي عايش فيها والدته وبيفضل يسأل عنها الناس وبيوريهم صورتها لحد ما بيقوله واحد انه يعرف مكان البار اللي هي بتشتغل فيه وهيقوله مكانها بشرط انه يخب منه الساعة بتاعته فبيوافق سانتياجو وبيديله الساعة وبعدها بيروح يقابل والدته وبتحضنه ويبتعيط فبيقعد سانتياجو يتكلم معها وبيبدأ يسألها انت ليه تخليتي عني وانا صغير فبتبدأ تحكيله انها لما كانت متجوزة والده فيه اتنين تهجموا عليها في الشارع وكان من ضمنهم عمه اللي هو خبوه وبعد الموقف دوت قررت انها تسيب والده وتمشي ومعرفتهش على اخوه عمله عشان ما تعملش مشكلة ما بينهم واما حاولت تتصل بوالده عشان تطمن عليه ووالده مناع انها تكلم سانتياجو مرة تانية وبلغها وقال لها انا عرفت سانتياجو ان انت مدتي فبيقول لها سانتياجو انه بيحبها ومش هيقدر يستغنى عنها وبعد شوية بتاخده وبتفديل اخو الصغير انريكي وبيروح يلعب معه كرة في الشارع وبيكون اخوه مبسوط جدا وما بيرجع البيت بيلاي ان صاحبه هارس في الحمام وبيعرفوا ان عقده خلاص قرى بينتهي مع ريال مدريل وخايف دلوقت انهم ما يجددلوش العقد بسبب ان جسمه خلاص ما بقش يستحمل يلعب مباراة كاملة ولكن سانتياجو بيحاول يوسيه وبعدها بيروح النادي وبيبدأ يتكلم مع مدرب وبيطلب منه انه يخلي هارس يلعب مطش النهاي وده عشان يثبت نفسه الرئيس النادي ويخليه يجددلو العقد فبيوافق مدرب وبيروح سانتياجو عشان يبعد رسالة صوتية لحبيب تروز وبيعتذر له على كل اللي عمله وبيترجع انه يترجع له المهم تاني يوم بيبدأ مطش النهاي في دورة ابطال اوروبا بين ريال مدريد وفريق ارسنال وفي الوقت ده بيكون ارسنال فريق قوي جدا لانه بيلعب فيه اساطير مهمة زي اللعب الفرنسي تيري هونري واثناء المباراة بيكعب الهارس واحد من لعيبة ارسنال قدام التمنتاشر وبياخد اللعب دوت ضربة جزاء فبيشوت اللعب الكور على كاسياس حارس الريال وبيقدر يجيب جون وبيكون كل جماهير الريال خايفين يخسروا المطش وما بيخلص الشوت الاول بيتكلم المدرب مع هارس وبيلوموا عشان اداءه السيء في المطش وبيعرفوا انه ينزل سانتياجو في الشوت التاني عشان يلعب مواجم معاه ولازم يكسبوا المطش دوت باي شكل من الاشكال وبالفعل بينزل سانتياجو للشوت التاني ولكن لعيبة ارسنال بيكون اداءهم حلوة جدا وبيقدر مهاجمهم هنري يجيب الجون التاني في الريال وبتكون النتيجة 2-0 للارسنال فبيبدأ لعيبة الريال يحسوا باليأس وبيكون اداءهم سيء جدا لدرجة انهم بيدوا ضربة جزاء تانية لفريق الارسنال لكنها الحصن الحظ بتيجي في العرضة وبيخدها سانتياجو وبيرفع الارس اللي بيكون لوحده في الهجوم واخيرا بيقدر هارس يجيب الجون الاول فبيتحمس بقى الفريق وبيجيب سانتياجو الجون التاني وبيقدر اخيرا يتعادل مع ارسنال بصعوبة وقبل ما الماتش يخلص بيجي فول لريال مدريد في اخر دقيقة فبيشوتوا باكهم وبيجيب الجول التالت واخيرا بيفوز ريال مدريد وبيتم تتوجب دور ابطال اوروبا للمرة العشرة وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة